لم تنفع النواب المعتصمين الهتافات أو الطرق على الطاولات للاحتجاج على عقد جلسة الثلاثاء برئاسة الهيئة التي صوتوا على إقالتها منتصف الشهر فالجبوري ترأست جلسة مع نائبيه وبنصاب يضمن اتخاذ القرارات وعلى رغم من أن المعتصمين حاولوا إحراج العبادي الذي حضر بظرف مغلق ثالث يضم أسماء كابينته الجديدة بإسمعه كلاما حادا ورميه بقنان مياه احتجاجا على عدم شرعية الجلسة فإنه خرج غاضبا من قاعة الجلسات إلى القاعة الدستورية لتلتحق به رئاسة المجلس ونصاب مكتمل من النواب وما إن التأم شمل نواب مجددا حتى بدأ التصويت على التغيير الوزاري الذي طال انتظاره ليغير النواب عددا من الوزراء ويبقون على آخرين مؤقتا هذه نتيجة تشكل منعطفا في مسار الإصلاح الذي خط منذ أشهر وشهد تداخلات سياسية أدت إلى إشراك الأحزاب للشارع في تظاهرات كثيرة واعتصامات فزعيم التيار الصدري الذي ضغط على النواب بدفع أنصاره للضغط على أبواب المنطقة الخضراء حتى وردت أنباء عن اقتحام جزئي لبعضها يكون قد حقق جزئيا مطلبه بتنفيذ التغيير الوزاري وإن كان تغييرا غير كامل فالخميس المقبل سيكون على أغلب تقدير مكملا لجلسة ثلاثاء في عرض أسماء أخرى للوزراء المرشحين هذه الإجراءات جرت وسط استنفار أمني امتد من أبواب المنطقة الخضراء ولا سيما في محيط مجلس النواب إلى أروقة المجلس وقد اقتضت الإجراءات إخراج ممثلي وسائل الإعلام من مقر المجلس لدرجة أن القنوات التلفزيونية التي نقلت جلسة ثلاثاء بمشاداتها لم تتمكن من نقل وقائع جلسة التصويت وإن كان عبر الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أرجوكم ترجمة نانسي قنقر